اهلا بكم مشاهدين لفقرة ضيف اليوم ونناقش معه تطورات المشهد الليبي السياسية والميدانية الاخيرة على ضوء ما يحدث في منطقة الهلال النفطي والعاصمة ترابلس يحضر معي في السوديو الأستاذ محمد بن حمو المحلل السياسي مساء الخير أستاذ بن حمو مساء النور هناك تطورات ميدانية كثيرة كما السلفت أبدأ معك بالصراع الحاصل لسيطر على منطقة الهلال النفطي قوات الليواء المتقاعد خليفة حفتر تسيطر من جديد على مجموعة من الآبر النفطية هناك تحديات أمنية كثيرة وعامل النفط ورقة هامة لجميع القوى المؤثرة في الميدان فعلا لأن النفط هو عصب الحرب ومن يتحكم في هذا الهلال النفطي يتحكم في جزء كبير من مداخل النفط وبالتالي له وزن وقوة في مختلف المعادلات لذلك هذا الشريط النفطي وهذا الهلال النفطي كان على مختلف مراحل النزاع بليبيا محطة أولا اهتمام مختلف الفاعلين بليبيا وكان يغير ربما وجهته بين سيطرة هذه الفئة وهذه المجموعة إلى أخرى نحن لاحظنا أن داعش بدورها سعت في السابق إلى أن تسيطر على هذا الهلال النفطي وأن الواقع الذي تعيشه ليبيا اليوم ومن خلال استمرار هذه الانفلاتات الأمنية وكذلك ما عرفه هذا الشريط بعد أن تم إلحاق هزيمة بقوات خليفة حفتر التي أضعفت موقفه سياسيا وألزمته لأن يعيد الكرة من جديد ليبقي على صورة القوة والصورة التي أعطاها إلى غير الآن وهي صورة الرجل الذي يمكن أن يكون رجل المرحلة والقائد الذي لا يمكن أن يكون خارج أي معادلات بالنسبة للمستقبل لذلك كانت هذه العودة القوية وهذه الاستعادة لبعض المناطق والأبار في الشريط في هذا الهلال النفطي بالنسبة لقوات خليفة حفتر من نفس الشيء يحصل على مستوى طرابلوس ربما اليوم تم الاتفاق على وقف إطلاق نار بين مختلف تشكيلات المسلحة بناء على اتفاق الصغيرات كيف نقرأ تطورات الحاصلة أيضا في منطقة طرابلوس؟ داخل منطقة طرابلوس هو منطق آخر هناك الجماعات المسلحة التي هي موالية لخليفة الغويل والتي قامت بهذه العمليات العسكرية والمسلحة داخل طرابلوس والتي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة بما فيها الأسلحة التقيلة فعلا حكومة الوفاق الوطني وحكومة السيد سراج استطاعت أن تحقق نصرا سياسيا ونصرا عسكريا في هذه المرحلة واستطاعت كذلك أن تفرض نفسها في هذه المرحلة بأن لها القوة والقدرة على تغيير العديد من المعادلات داخل المشهد الليبي غير أن هذا التوجه نحو الاتفاق الذي تم وثم التوجه نحو جعل مختلف الفاعلين أو مختلف القوى المسلحة والميليشيات المسلحة خارج مدار طرابلوس في غضون الأسبوع المقبلة هذا الاتفاق أكيد أنه له أهمية كبرى أكيد أنه سياسيا له وزن كبير ولكن للأسف شديد ليست للمرة الأولى التي تعرف ليبيا اتفاقا من هذا القبيل قبل أسابيع من الآن كان هناك اتفاق بتدخل من العديد من القبائل وكذلك الأشخاص الوازنين ولاحظنا كيف أن اتفاق من هذا القبيل سرعان ما تبخر وتبدد أمام المطامح المتعددة وتدخل أجندات داخل المجال الليبي ثم هناك حالة لا استقرار التي أصبحت تنتج اقتصادا للا استقرار وتنتج كذلك كل السبل التي تدفع بالعديد من الجماعات المسلحة والميليشيات إلى الرهبة في السيطرة حالة لا استقرار الوضع مضطرب في الشرق مضطرب في الغرب الجنوب أيضا له وضعه الخاص خلق حالة من الاستقرار ما تأثير أو تابعات ما يحدث في ليبيا على المنطقة ومستقبل المنطقة فعلا الجنوب بدوره يظل تقبا أسودا والجنوب أصبح ملدا للعديد من العناصر التي كانت تنشط تحت لواء الجماعات الإرهابية بما في ذلك داعش نحن نعلم أنه مع نهاية السيطرة على سرط وضحر داعش كان هناك عدد للمقاتلين المنتمين لهذا التنظيم الإرهابي قبل بداية العمليات يتجاوز 7500 من المقاتلين قتل منهم بعد نهاية العمليات 2500 فبالتالي هناك عناصر تتراوح بين 5000 و 5500 من المقاتلين الإرهابيين الذين انتقلوا إلى مناطق عدة بما فيها الجنوب ولذلك فالجنوب الليبي يعتبر في مصدر قلق وسيكون لذلك تدعيات ولاحظنا بأن هناك العديد من التقارير بما فيها تقارير أمريكية تشير إلى أن هناك توجه ليكون هناك نقل لهذه الانفلاتات الأمنية إلى مناطق أخرى بالأساس منطقة الساحل والصحراء فأكيد أن الأوضاع الليبي والانفلاتات الأمنية التي تعرفها ليبيا وصعوبة بناء حل ليبي في هذه المرحلة وكذلك عدم الالتزام مختلف من مجموعة الأطراف ومختلف الأطراف باتفاق أسخيرات التي رعته الأمم المتحدة كلها معطيات تؤشر بأن انعكاسات وتدعيات ما تعرفه ليبيا ستكون على الأقاليم المحيطة وعلى الدول المحيطة سواء في الشمال الإفريقي أو في منطقة الساحل والصحراء نتحدث عن الدول المحيطة في ليبيا والمؤثرة في الموضوع الليبي كان هناك أعلان عن لقاء القمة تونسية المصرية الجزائرية في الجزائر علم أنه لم يعلن مسبقا عن تاريخ انعقاد هذه القمة ما خلفيات ذلك؟ أكيد أن الدول التي تنعت نفسها بدول الجوار وبالأساس مصر وتونس والجزائر سعت في الأوين الأخيرة إلى الدفع بالفاعلين الليبيين إلى إيجاد توافق للخروج من الأزمات والصراعات والتنحر الذي تعرفه ليبيا لاحظنا بأنه كانت تجتمعات عدة ولقاءات عدة سواء في تونس أو في مصر أو كذلك بالجزائر وكان هناك فعلا توافق على أن يتم هذا اللقاء على مستوى رئاسات الدول الثلاث غيرا أن هذا اللقاء في آخر لحظة تم هل هذا يعني عدم توصل الفرقاء إلى توفق بشأن الموضوع الليبي أمنى الأمر له ربما مرتبط بأمور خاصة؟ أعتقد بأن النقطة معا هناك فعلا إلى غاية الآن صعوبة في جعل مختلف الفاعلين يتوافقون حول الحل الذي يمكن أن يرضي الجميع ثم لا زال هناك تضارب في المصالح بين مختلف الأجندات الإقليمية ولكن هناك كذلك نقطة أساسية في هذا الموضوع باعتبار أن هذا اللقاء كان سيتم بين الرئيس المصري والرئيس التونسي ورئيس الجزائري ولكن حالة الغموض التي تلوح حول صحة الرئيس الجزائري والوضعية الصحية للرئيس الجزائري ربما أنها كانت كذلك عامل في تأخير هذا اللقاء أو تأجيله بالتالي نحن لاحظنا في الأوينة الأخيرة بأن غياب الرئيس الجزائري وإلغاء العديد من اللقاءات التي كانت ربما أن هذا من اللقاءات التي ذهبت ضحية صحة الرئيس الجزائري بالإضافة إلى دول الجوار الموضوع الليبي تدخل فيهم مجموعة من اللاعبين الإقليميين والدوليين حديثني عن الورقة الروسية وتدخلها في هذا المجح أكيد أن روسيا سعت وتسعى إلى أن تجد موطئا لها بليبيا نحن لاحظنا بأن روسيا أولا استقبلت اللواء خليفة حفتر هناك لقاء مقبل مع السراج كان هناك استقبل فعلا للسراج وهناك لقاءات أخرى مبرمجة ثم موسكو في محاولات لتواجدها بليبيا دفعت منذ مدة وهذا ما تم الإعلان عنه ببعض القوات الخاصة داخل التراب الليبي بالأساس في المنطقة الشرقية وهو ما يؤشر بالنسبة للبعض وما كذلك أتار حفظة بعض الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هذه المبادرة التي قامت بها روسيا في ليبيا سبق أن قامت بها في سوريا قبل التدخل العسكري مما يفيد بأن هناك إمكانية لتدخل أو لدعم مباشر أو غير مباشر بالنسبة لروسيا لخليفة حفتر تطور الآخر هو تقارير العالمية التي تحدثت عن وجود قوات روسية في ميناء مصري جانب الروسي طبعا نفى ذلك لكن الولايات المتحدة تقارير الأمريكية تؤكد وجود دعم مصري عسكري لخليفة حفتر وهو معلم فعلا هناك دعم واضح ودعم لم يعد سرا هذا يتضح كذلك من خلال السلوك الذي هو لخليفة حفتر حيث أن خليفة حفتر يفرض نفسه الآن كرجل المرحلة ويستفيد من دعم واضح أكيد أن هناك رهان مصري على خليفة حفتر أن هناك كذلك رهان يبدو أكثر وضوحا الآن بالنسبة لروسيا على خليفة حفتر وإن كانت روسيا تسعى إلى أن تشد الحبل من الجهتين فهي لا يمكنها أن تقف في وجه قرار أممي تم الاتفاق حوله وكانت حاضرة لم يكن لها موقف سلبي من اتخاذ هذا القرار ولكن روسيا لها مصالح عدة في ليبيا وروسيا كانت خاسرة في تغيير النظام في ليبيا حيث أنها خسرت أو لم تسترد الكثير من الأموال من صفقاتها لبيع الأسلحة التي تمت وهي تسعى الآن إلى ربما التقليل من الأضرار من جهة واستعادة بعض الأموال التي مرتبطة بصفقاتها من جهتين أخرى ولكن بالأساس هي تستعى لأن تكون حاضرة في ليبيا كامتداد لحضورها في منطقة المتوسط يعني هذه المؤشرات تدل على دخول روسي قوي في المجال الليبي كيف تنظر الولايات المتحدة إلى هذا التطور وهل ستبقى من ردة فعل على ذلك الولايات المتحدة الأمريكية لم تعود تنظر إلى هذا الضور الروسي بليبيا بارتياح وأنها أصبحت تنظر إليه بريبة كبيرة وأصبحت كذلك توجه بعض الرسائل لروسيا وكذلك للفاعلين الليبيين بأنها لن تقبل بحضور روسي قوي داخل المشهد الليبي ولا يمكن للحلول التي قد يسعى الليبيون أو الأجندات الإقليمية والدولية لفرضها في ليبيا أن تكون خارج معدلتها فأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى العودة بشكل واضح ولاحظنا ذلك سواء في العراق أو في سوريا وهو نفس الوضع بالنسبة لليبيا بغض النظر عن الأجندات يبقى اتفاق الصخيرات مهم للغاية واتفاق الفرقاء في العاصمة طرابلوس اليوم على إخراج الأليات العسكرية وتنفيذ أحد منذ الاتفاق الصخيرات يبقى أمرا واقعا صحيح أنه لم يتم إلى غاية الآن التوافق حول التوافق الكل حول تطبيق كافة مخرجاته أعتقد بأن الأمر الغريب هو أن كل الأطراف دخلت في بناء اتفاق الصخيرات والتزمت باتفاق الصخيرات ثم عادت بعض هذه الأطراف لتتنكر لاتفاق الصخيرات وهو الاتفاق الذي بني بعد صعوبات كبيرة وجاء ليعيد التقام بين الفرقاء وليفسح المجال لبناء استقرار بليبيا غير أن هذه التطورات الأخيرة للأسف الشديد تجعل من كل الفاعلين أو بعض الفاعلين يسعون إلى الخروج عن روح الصخيرات ولا أعتقد بأن ما قامت به الأمم المتحدة وأن اتفاق الصخيرات يمكن أن يذهب السوداء ربما أننا في حاجة إلى صخيرات رقم جوج ولكن يظل هو الاتفاق الأساس أشكرك جزيلا شكر أستاذ محمد بن حمو المحلل للسياسي كنت ضيثنا اليوم وشكر أيضا لمشاهدينا الذين يتابعونا الآن